أعلنت تشاد إغلاق الحدود مع ليبيا بعد شهر من دخول رطل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح وأعلن الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الوطني لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا ابتداء من الآن وحتى إشعار آخر وقال إن منطقة كوري بوغودي أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين